محلاها الكلمة الطيبة محلاها خلي بالك من نفسك محلاها كلمة انت ليك عندي معزة كبيرة جدا محلاها الطبطبة محلاها الوقوف جنب بعض محلاها ان انا اسأل عليك وتسأل علي محلاها ان احنا نشارك بعض في احزاننا قبل افرحنا محلاها ان احنا كلنا نبقى يد واحدة كلنا نحب بعض كلنا نتقابل في الخير كلنا نساند للنهوض ببلدنا محلاها يا شعب مصر بحييكم من داخل استوديوهات قناة الصحة والجمال وحلقة جديدة وبرنامجكم حكاية ولاد البلد حكاية ولاد البلد بتقدم لكم كل ما هو جديد كل ما هو يساند مصر ويكون درع امان وواقي لبلدنا الغليات بحبكم وبستنى لقائي بيكم ومعاكم انتوا سبب لنجاحي انتوا سبب لفرحتي انتوا سبب اني انا بستنى يوم لاثنين الساعة تمانية عشان التقي بيكم واشوفكم وتشفوني وقدم ما يفيد لبلدي ووطني وشعبي واهلي حبيبي المصريين في البداية عايزة عندي تهنئة لابنة الاستاذة يا ام محمد ان شاء الله تبقى معانا تعملنا موجودة على الشاشة رضوة شريف لحصولها على درجة البكر ريوس بامتياز الف الف مبروك وبتمنى لها دوام النجاح والتوفيق ان شاء الله بإذن الله والأولادنا والبناتنا كلهم تاني تهنئة احب اقدمها من القلب قوي لزميلي واخي ورحلة الكفاح واختي وحبيبتي ومن الناس اللي بحبها جدا وهو ايضا رئيس تحرير البرنامج الاستاذ عصاة معطى وزوجته الحبيبي الاستاذة مونة النهاردة عيد جوازهم يا ربي يديم عليهم السعادة والفرح ويبارك ليهم في اولادهم النهاردة حلقتنا تكاد تكون حلقة مميزة جدا كما عودناكم فيها الابتكار فيها الاختراع فيها الشباب اللي بتفكر فيها البيئة السليمة اللي بتطلع كوادر عايزة اقول ان احنا كلنا عندنا اولاد كلنا بنحب اولادنا جدا عايزين ناخد باديهم النهاردة الشباب تاية ولكن في برنامج حكاة اولاد البلد هيكون لهم طريق منعا للبطالة هيكون لهم نظرة تانية خالص هيكونوا معانا في حماس ورغبة للتحدي باذن الله الفقرة التانية كابتن طارق طبعا مش هيكون متوجد بشخصه النهاردة ولكن كما عودكم هيكون في فيديو بيتكلم فيه عن موضوع هام جدا هيكون معانا في الفقرة التانية ان شاء الله فاصل ورجع لكم معظيف الحلقة والابتقار انتظروني رجعنا لكم بعض الفاصل رجعنا لكم ودايما هنكون مع بعض في حكاة اولاد البلد ضيفي النهاردة عنده صفتي صفة قضية في البرنامج وصفة بتشرف بيها وهو ابن عمي الاستاذ علاء طنطوي باحث اجتماعي اهلا وسهلا بيك اهلا بيك اولا انا متشكر جدا على التأديم وكل عموتهم بخير بخصوص المولد النبوي الشريف قاعدوا عروح على امه بخير وبرك بإذن الله رب العالمين كل عموتهم بخير الله يكره شكرا اه استاذ علاء زي اي اب مصري عنده اولاد ربنا يبارك فيه ويبارك لنا في اولادنا جميع ابنه شاف فكرة قال له يا بابا الفكرة اللي انت عايز تجيبها من برة ونعملها هنا في بلدنا انا بقولي اللي اقدر اعمل احسن منها والبلدي برضو عشان انا بحبها وانت هتكون الداعم ليا يا بابا قال له طيب نطلع بقى مع بنت عمك في البرنامج قال له عمتك ونشوف حكاة ولاد البلد تقدر تعمل ايه تقول له حكاة ولاد البلد بتحب مصر بتحب المصريين فكرة المشروع او فكرة الاختراع فكرة بسيطة جدا ولكن عشان فيها تصميم وعزيمة وحب البلد هنعرفها من استاذ علاء اتفضل استاذ علاء والله يبقى ذات الفكرة كانت فيه واحد من تركيا رسلني وعاوز يعني يصدر منتج هنا داخل مصر فهي هو نوع المنتج قال لي ده عندي منشر بتطبق مسحته 90 سنتي وسهل جدا وهو اصدر 4 كيلو ونص فالمهم بعت لي رسم بتاعه فانا شفته كده فالحكاية قال لي انا عايز قال لي حاجة حبعت لك كونتينر بس بعت لي 600 ألف جنيه رصيد مفتوح قلتوا لأ مفيش كلام من ده لازم في حاجة بنك ضامن وبنت المستفيد يعني المصدر يعني والمستور اللي بيضمننا الموضوع ده البنوك مش أنا مبتلكش حاجة وتقف تليفون وكما عرفكش فلوسي في البنك الأهلي وفي أي وقت استطلع عليها ونمشي قال لي لا مقدرش نمشي بعت لي فلوس الأول الحوار طبعا كان 3-4 أيام فابني شافه كده فقال لي بابا يعني أصلا مش مش فكرة يعني احنا ممكن نعمل ما هو أروع من كده بكتير وجسة جمارك وإفراج جمركي وإبطاء الاستيرادية وموال موال موال زي الدوازة أنه أرباح كليل ونص أبرو مئة بخمسين جليه تمام هو قاعد يرسل ويخطط ما شاء الله عندي عمر ابني ده مثلا ربنا يبرك له يا رب ما شاء الله ربنا ويحفظه لدنا جميعا يا رب الله كان وهو أول سنوي لقيته كان تواكب وفاة جد اللي هو والدي فأخذ صرته كان بيحبه جدا ليه ترسل منه رسمه يعني مش هقول لي يعني فيها روح لأنه حرام طبعا الروح بأمر الله لكن بحطي انطق صرته قال لي خذ يا ابو انت رسمت دي قال لي آي ابو كل إنسان ليه ملكة عبر ربنا طبعا أنا كنت رئيس مجلس أمناء المدرسة بتاعته بالانتخاب فرأيت المدير المدرسة قلت له وانتو بتعلمه قال لي لأ هنعمل عليهمش الرسم هنعمل عليهم حاجة اسمها أبعاد بس لكن دي موهبة دي موهبة حاولتها فطبعا ايه هو اندمك في الحياة وانخطأ وانخرط في الحياة في سنة 4 كلية كل التجارة دلوقتي ماشا الله فطبعا أهمل موضوع الرسم ده شوية بس هو داني بعد كده صورة 6 ونفس الحكاية صورة كانت جميلة هي أقرب لها ما شاء الله هو رسم لها من الرصاص ممتاز كده فالمهم شاف الفيديو كذا فره كده وقال لي يواب أنا عامل لك حاجة اذا كان المنشرة ده بيشير 50 كيلو أنا عامل لك منشرة بيشير 250 كيلو ومتعدد الحركات الميكانيكية ماشا الله وهنستعمله في كذا حاجة فأنا سبته طبعا قاعد يخطط كم يوم كده وانا مش مقتنع طبعا تمام لقيته قال لي تفضل ايه رائف راح عند حداد وجاب المساحة طب نتكلم على ارض الواقع ونشوف المنشرة طيب نشه ده هو كمان اللي عمل له كارتونة بتاعته لقى كمان ايه ورح بيعمل له رسم خاص به وعاوز يعمله المنشرة العجيب اسمه سي عمر سي عمر قدتو أنا اللي سميه منشرة سي عمر ايه رائفة المنشرة زي ما هو كده 48 سنتي مع حضرتك المنشرة القديم بتاعنا احنا كان عبارة عن انه هو قطعة ثابتة كده وفيها تندة من هنا وطبعا ثابت في البلكونة برا مش كده وكان مقزز جدا المنشرة هنا النهاردة بيتمسك في البلكونة بلقمتين من هنا وليه طبعا التاني قصد منه القطعة التانية بتبقى قصد منه تمام انا هنا ممكن اوسع يعني مثلا المنشرة اللي هو كان التركي كان 90 سنتي لا ده الحبل بتاعه هو 20 متر ايه ده ممكن دول خمس فتحاتي ده خمسة متر اخلي متر مترين 3-4 متر تمام ممكن اقلل وممكن ازود المساح اللي انا عايزها اه طيب انا دلوقتي المنشرة ده انا عامله داخل البلكونة نفترض ان حد البلكونة كده وده داخل البلكونة انا بعد ما نشرت خلاص المنابس خالي انا بخليه داخل البلكونة ملابس شخصية ملابس خاصة مش عاوز اخلي حد يشوفها الحاجات الدقيقة يعني العائلية فبخليها داخل البلكونة طبعا ارتفاع البلكونة 120 سنتي بس مش عارف ان شر فيها ملاية ولا حاجات كبيرة فقال لي لا ليه حركة ملايكية تانية هروح قلبه على صور البلكونة وان شر فيه يبقى من شر عادي فيه في الشارع عادي جدا بر اه تمام ليه حركتين واحدة يميدوا على شمال حاجة كمان تاني احنا معنا فيديو برضو اعزائي مشاهدين على الشاشة دلوقتي حضرتكو شايفينه فضل ده مش كده وبس لا لو انا حطيته على الحيطة بعد ما خلص عشان ما يلتش في حد قال لي هرفعه على الحيطة كده يبقى ما حدش ياخد باله منه تمام كده تمام يبقى هو ليه ثلاث حركات منفريكية عند الحركة الاولانية داخلي وخارجي داخلي وخارجي وحطيته انا على الصور مسلا داخل الفيلا مسلا على الصور في اي حتة بروح مراكنه عليها كده عشان ما ياخدش مساحة خلصت خلص وعايز اشيله وانا مسافر هو بسحته خمسة سمتي في خمسة سمتي في ثمانية واربعين سمتي اهو اقدر اقفله واخده معادي اقفلته اهو ماشي حضرتك وبعد ما اقفله واحطه في الكارتونة بتاعته واخلص الموضوع عليك شكرا هو ده قادل فكرة بتاعته سهلة جدا جدا وقال لي لا هنستورد ولا هنعمل طيب اه احنا خدنا المنشر دوت وآه عرفا خد المنشر وعرضوا على اكتر من اللي هما الموان وجهاز العروسين عارف ان هما الناس اللي بيه تمام ففي واحدة كانت شافته ما كانش هو لسه انتج منه قد لأ انا عايزة من ده فالرجل قال له انا ها اقوض عشر مم قال له تبدييني بس فرسة وامين تمام كده عشان اعمل براءة الاختراع والاوراق القروني هو لسه احنا ماشيين في براءة الاختراع لسه عاوزين نروح بوزارة الصناعة والتجارة نقدم فيها لكن انا في ناس خدت اللي عشرة خدت خمساشر واتصل واحد تاني خد خمسة خد خمسة وعشرين تاني فابتدى ايه العمالة اللي ممست مع معظم الناس اقوله فكرة جميلة جدا جدا سهل في تركيبه سهل في فتكه وبعدين خدماته متعددة ماشي ملغيه خالص لانا مش عايزة مش عايزة اشوفه قدامي لركنته على حيطه ملوش مكان اه في المكان نفس اللي انا فيه بالشمل داخلي وخارجي فليه طلب حركات مكنكية هو ده اللي خلاه ايه يتفوق يعني معانا مدخلة تليفونية امو محمد مساء الخير علو علو ايو يا مدام انا معاك ازايك عامل ايه الحمد لله الف مبروك لردوة ربنا اشليك يا ربنا حضرتك من الامت على الشخصات الجميلة والبنامج الجميل يعني من احلى البرامج اللي انا يعني بتشوق ان انا بشوفها ربنا خليك شرف لي جميل اشكرك اشكرك ومتشكرة اوة المدخلة الحلوة دي يا مدام شكرا يا حبيبتي ربنا يخليك ويعزك دايما حكايا ولاد البلد لكل اهل البلد اشكرك لو والله حضرتك بتجيبي حاجات جميلة اشكرك يا فندم شكرا لك يا امو محمد اشكرك ربنا يخليك ومتشكرة اوة المدخلة لالف شكر يا مدام العفو يا حبيبتي العفو تفضل ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك يا فنتفضل طيب دلوقتي احنا خلصنا من موضوع الاختراع عايزين نواجه رسالة لاصحاب الصناعات واصحاب المصانع صحاب الشركات للناس المخترعين والمبدعين من شبابنا انا كان ليه لقاء مع حضرك اكتر من مرة هنا كنت اياما كنت في الوزارة كنت بحقق دايما فرص عمل للشباب ودية بصراحة يعني حاجة دية ما زالت انا متعلق بها جدا وبعملها وانا برضو كان نشط مجتمعي بعملها يعني ايام بتاخد كتير من وقت لكن بحاول بعملها لله وبجميلها لكن الاقي النهاردة مثلا جمعية مستثمري 6 اكتوبر منفصل عن جمعية مستثمري العشر من رمضان منفصل عن جمعية مستثمري العبور بلاش فكرة واحدة اخدوا الفكرة وطبقوها عندكم مستقلين ما تعودوش مع بعض لو انتم متنافرين للدرجات التنافر النهاردة اصبح صفت كل المجتمعات مش مجتمع المصري فانا بقول مثلا جمعية مثلا مستثمري العبور او مستثمري 6 اكتوبر او مستثمري العشر اعملوا دعوة للمبتكرين والمبدعين واصحاب الافكار تمام وتعالوا اجتموا لو مرة واحدة في السنة وجيبوا كل الناس دي كده وتقول يا جماعة احنا هنقعد عندنا في جمعية رجال اعمال يوم كذا كل عنده فكرة مشروع يجي يحطها ففيه بتاع الموادر غزائية واحد جاب فكرة موادر غزائية معينة فالرجل بتاع الموادر غزائية فيه عشر شركات واحد ليه هب قال له انا اخدت الفكرة منك طور البلد طلعت وشغل طيب واحد شاف الفكرة طيب انا كمان كشركة بتعمل عند حدد على قده بيعملك عشر حتة خمسة حتة لا عشر خمسة حتة مش هينفعه احنا ما نقول لي احنا عشرة مية وعشرة مليون احنا يعني عفوا المستهدف ان احنا عفوا لو احنا حنقدر يعني اه نزبط السوق المصري عايزينا عشرة مليون قطعة تمام يعني انا المليون قطعة ممكن نتنفذه المليون الواحدة ممكن نتنفذه على اربع سنين تمام عايزيناك بس معانا مدخلة من اه استاذ احمد بن سهج سائل خير علو استاذ احمد علو استاذ احمد معانا ولا الخطة تقطع علو طيب يا ريت تعود الاتصال تاني استاذ احمد اه تمام احنا النهاردة بنقول في حاجة كمان يا استاذ علاء انا كمستثمر او صاحب مصنع المبتكر بالنسبة لي افادة لان انا هستفيد منه خط امتاج جديد بلد استفادت نظرة خارجية لينا كويسة البطالة قلت لان الشباب بتيجي في حينهم ابعد ما يكونوا عن بعض الوقت طيب استاذ احمد عود الاتصال استاذ احمد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا استاذ احمد مساء النور الحمد لله اولا حضرتك انا من اشد المعجبين ببرنامج حضرتك ربنا يخليك وبحييك على البرنامج الجميل وبحيي المتابعين الله يخليك شكرا بس حضرتك انا ليا من اشد المعجب من البرنامج وهي سوتي سوتي يوصف للمتؤولين تفضل يا استاذ احمد تحت امرك اه حضرتك في نات وقل حجوق نات علشان وراهم تمام تمام واحنا لدينا حق تارك هل دين حقنا بالقانون تمام واتمنى صوتي يوصل للمتؤولين تمام اتمنى ان صوتي يوصل لحضرتك ويوصل للنائب العام اتمنى انا عايز اتمنى الحقوق ترجع لاصحابها اكيد طبعا واحنا بلد القانون والله حضرتك انا اتمنى ان شاء الله انا اكتبت كتير وعلشان ارجع الاصحابه بس للأسف مش لاقي حد يوقع معايا ربنا احسى من الكل انا بدم صوتي لصوتك ورجال القانون الحمد لله بلدنا برضو في خير وعندنا رجال قانون شرفاء بدم صوتي لصوتك ان شاء الله صوتك يوصل نائب العام بس طبعا هستأذنك بعد الحلقة اسمك او رقم تليفونك في الكنترول اعرف بس ايه الموضوع اكون ملمة بيه وان شاء الله خير يا استاذ احمد لا تقلق شكرا يا فنم شكرك فكنا بنتكلم دلوقتي بنقول ان احنا بلدنا كلها بتستفيد من الشباب تمام لكن يد العون اللي مدها للشباب دي متهيقل مهمة رجال الاعمال والمستثمرين هو مثلا اليوم اللي احنا فيهم دول يعني بصراحة بعض رجال اعمال عفت يعني بيحاولوا في حال التخزل غريبة جدا عاوزين يسقطوا البلد طبعا القادة السياسية عارفة الموضوع ده كويس جدا لكن البعض منهم جد جدا واطني جدا جدا في الوقت نفسهم وبالتالي عزفهم عن العمل الجماعي ترتب عليه زائد كائحة كورونا فصل عمال كثير جدا وده حتى نلاقيه ملمس في الشارع بارتكاب بعض الافعال الغير مرضية من حباد السرقة والى اخره الحاجة التانية لو احنا عاوزين نطلع من اللي احنا فيه دوت احنا بصراحة نحافظ على البعض الاجتماعي ما نوقفش مصانع وشركاته عشان انها جربنا ستوشهر اللي فاتوا فس بصراحة كل الدول خسرت جابت لكن احنا نحافظ على البعض الاجتماعي وقدر الله مشاء فعلا وربيان اللي عايزه هو اللي حيكون انما نوقف مصانع وشركات ده مظنش يعني حيكون ناجح بالنسبة لنا الفترة اللي جاية زي ده ان احنا بننضم للدول الحرة يعني حتلاقي الجائحة عندنا اقل وطأ من الشمال الحمد لله رب العالمين دي حاجة لكن اتمنى جمعية رجال الاعمال دايما في كل مدينة من مدنة الصناعية انها تجتمع على قلب رجل واحد للخروج من بوتاقة البطالة العالية احنا عندنا البطالة بزيد كل يوم عن يوم في ناس كتير جدا قاعدوا من غير الشغلة طبعا وخاصة الصيادين وعمال محاجر دول لازم نوجد لهم فرص عمال في اماكن كثيرة واماكن متعددة او نعملهم حاجة الصناعات التحولية بسرعة يعني ممكن في خلاق 15 يوم دورة ويعمل لهم فرص عمل جميلة جدا جدا كمان حضرتك لو احنا بصينا لموضوع شبابنا اللي كل يوم هي فيديو مواطن مضروف في الكويت مواطنة مضروبة دي خلاص بتحصل قلوبنا ازاي وانت اغنى دولة مصر هي مصر احنا ما عندناش للأسف يعني القادرة السياسية مشغولة بالهجمة التلترية اللي عينها من برقب بصراحة انا متأكد اي واحد في موقع المسئولية عليه هم يعني عظيم فكفاء اللي هما فيه طب احنا لما نقول احنا كافكار احنا كافكار مستثمرون رجال اعمال طب انا قدمت مشروع لساد محافظ الوادي الجديد المشروع دوت كان طب قبل ما اسمع المشروع معي مدخلة معانا مدخلة الاستاذة سلمة من القاهرة مساء الخير مساء النور يا استاذ اسمه اتفضلي يا فن ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد الله بخير اه استراح انا بكلم حضرتك عشان معجبة بحضرتك والبرنامج جدا اه فحبيت اعمل مدخلة اشكرك واشكر النموذج اللي بنعمل حضرتك اللي معيك ياريتك كل يفكر زي ما هو بيفكر كده يعني لو فعلا عملنا حاجة زي كده اه مش مش هنحتاج ان احنا يعني نستورد من مبارة الحاجات دي كلها اه هنعمل هنا عمالة وهنعمل هنا هنشغل الشباب وهنه هنخليهم كمان بنشجعهم على التفكير صحيح هنبعد بقى عن الجدمان وهنبعد عن القوف النواصي والشوارع طبعا طبعا هنبعد عن حاجات كتير بتقر الشباب لحاجات وحشة طبعا طبعا فانا يعني بشكر حضرتك والاستاذ اللي مع حضرتك طبعا على الحلقة الجميلة دي نقعدك وتمستنياكم من بدري فمعرفش ان في المفاجأة الحلوة دي فشكرا لحضرتك جدا شكرا يا استاذ اشكرك استاذ علاء عايز اقول لي سيادتك حاجة من خلال شغلك كان في القوة العاملة اه التوظيف هل كل كادر كل شاب بيجي بتوظف حسب رؤيته اللي هو حبه ولا مجرد عايز يشتغل كوظيفة بمجرد الواصل يعني مثلا احنا كمدن صناعية هتلاقي احنا بالزمان كان التربية وتعليم لا تهتم بموضوع المؤهل واحتاج السوق للعمل للمؤهل نفسه فكتلاقي مثلا ايه فيه اداب وصياحة وفنادق وهو الاخره في احنا احنا مقبلين على صورة صناعية فهتلاقي الاهم النهاردة اللي بيشتغل بتاع الحقوق مالوش صحيح طيب سياحة وفنادق مفيش سياحة اصلا النهاردة مع جائحة كورونا طيب حضرتك اصار مفيش كلام من فلازم يعني حاجة اسمها حالة من التدريب التحويلي لصناع معينة كصناعة الذهب ومشغولة الذهب ولا اخره اي صناعة تانية او اي شغل بندوق مبيعاته بيبدع فيها خلي بالك بيبدع فيها اه حقيق يعني انا عندي ولدين مارة عليا عادين بقى سلمت لكل واحد وعادين بينزلوا والاسواق بيجيوا طلبيات تمام جابوا فلوس تمام اه حقيقي اه يعني ما شاء الله بيقبض مرتب ما كانش هي تخياله هذه حاجة لكن انا بقول لي حضرك تاني بالنسبة لاولادنا اللي برا اللي احنا بنقول للمفروض الدولة تستدعيهم كلهم وبكل كرامة ييجي بس لازم نوفر له ده الموضوع ده في اقل من ثلاث تشهر يا استاذة يعني في ناس شايف بياخد بالألف وخمسوين فدان والأربع تلاف فدان في الوادي الوادي بيدي يتمثل أربعة واربعين في المية من مساحة مصر صحيح يعني نص مصر تقريبا ولكن سيادة المحافظ محمد السيادة اللي هو محمد الزملوت محافظ الوادي سيادة الرئيس دايما بيطلب منه عايزين نرفع الكسافة السكنية مفيش ليه بقى محافظة طردة لكسافة الدرجة الحرارة العالية وبعدين مفيش مؤلاة لللي يروح هناك لانا قدمت المشروع وقلت بقى وانا داخل الوادي الجديد لقيت بتاع أربع تلاف فدان على شمالي في حتة اسمها المونيرة وانت بتبديله ما نعملش مدينة صناعية على غرار مدينة الصناعية في دومياط وتكون لصناعة أخشاب والزم مش انتعايز فلوس بتقول خزانة بتاعت المحافظة الخالق انا اهم لها لك فلوس بالقانون صح الزم كل واحد عشر فدادين خمسين فدان اللي واخد مياه وخمسين ولي خلال الف وخمسمية الزمه بانه يزرع شجرة البولونيا طب اللي ما يزرعش ايه اعمل عليهم خلفه مية جنيه في السنة تمام مية جنيه على كل فدان ايه يعني اذا اللي عنده عشر فدادين في مية ما حضرتك ها حيتفعل عفوا يعني تخالي بقى اللي عنده مية فدان حتمل بالقانون زي شارجة البولونيا على ما تطلع الشجرة البولونيا بعد اربع سنين نكون قدمنا الله عفوا خمسمية قطعة في خمسمية متر وخمسمية قطعة في الف وخمسمية قطعة في الف منطقة صناعية اللي هدخلها بتذكرة معايا والله هيطلع الشجر طلع البعب ده اللي تعرف شجرة البولونيا دي احسن من شجر ازاي طب معنا مدخلة من استاذ نصر من العبور مساء الخير ايه مساء خير يا فن مساء النور تفضل يا فن ازاي حضرتك الحمد لله بخير الحمد لله حضرتك على البرنامج الجميل اللي حضرتك مادية ربنا يخليك ربنا يخليك يا فن فضل والسكتور الاستاذ علاء انطاوي على المشروع الجميل البسيط اللي هم مقدموا للجمهور شعب مصر الحمد لله وإحنا شكرينا حضرتك 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 في البرنامج الجميل بتاع حضرتك اشكرك يا فندم شكرا لك حضرتك من العبور والعبور ان شاء الله منطقة برضو صناعية جميلة فيها تقدم بإذن الله اه جميل جميل وهو بدأ ينتشر وبدأ ينتشر المشروع بتاعه في العبور فاحنا بنذكر شخصيا على الهواء ربنا يخليك شكرا 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 معي يا حضرتك اه فانا لو انا جيت عملت مدينة الصناعية هعمل خمسمائة قطعة انطبعا الفداني لك بعشرة تلاف جريه لو اسمتقوا على الاربع تلاف مش موافق الفداني تين جين ومتر تين جين ونص لا ده انا هرفع بقى عفوا يعني كده لو عملته مدينة الصناعية حمسمائة قطعة 500 قطعة خمسمائة متر خمسمائة قطعة في 1000 متر خمسمائة قطعة في 1050 متر خمسمائة قطعة في 2000 متر teman واضرب عليها الصور كبير هو فيه طريق فعلا من الوادي على سواج سواج دي افقر محافظة ما فيهاش مصارح خالص هي. طرد للعمالة. يجولي بقى الوادي علشان انا كل شوية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيطالب من السيد اللي هو محمد الزملوت ليرفع الكسافة. مم. اللي يكون ما يشيل الارض اللي عايزة اقحة ويمشي. مم. ما يا حضرين? تمام. وسهل جدا. نقول لها لا لا جب لي اه بطاقة ابنك. حاضر عم بطاقة ويمشي برضو. مم. والارض موجودة بتساقع وحتتبع برضو. افضل. لازم يكون في ولا. انت لازمة كل واحد يلزن كل واحد خد ارض يزرح حوليها البولونيا. على قل يبقى فيه شكل اخبر جديد. لو انت مزرعتش. لا اول الكل هناك بزرعه نخلي بصراحة. طب تمام. تمام انا رحت اربع مرات. وهناك منعوني ان انا اقدم المشروع لساتة اللي هو. اه بصراحة يعني. لان في مصالح. في عندك هناك اه 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 بحمود امران ده اه مدير عامل استثمار. تمام. واخرين دول عاملين حولين لساتة اللي هو كده ما فيش حد يقدم له حاجة. تمام. اه تخيلي بقى لو هو الفلوس دي خدوها وعملوا المدينة الصناعية. اه تبقى. على غرار ايه حضرتك مدينة الصناعية بتاعت دوميات. طب ما لا هيخد مدينة صناعية هنا وخلاص معاتش في حاجة اسمها بحة بقى. كل المدينة الصناعية عشر سنين اه اعفاق ضريب معاتش. بتاع دوميات وبرش سعيد واسكندريا والعبور. حياخد علشان ياخد هنا كمان اه اعفاق ضريب. صح. فانها رغبه. المتر هنا بقى هترفع لعشرين الف جنين. طب. رأي يا حضرتك. الفلوس اللي باخدها مخالفات من اللي مازاش هتزرع شاكرة البولينة حاولين الارض بتاعته بالقانونة هو. تمام حضرتك. هتملالي لخزنا فلوس. ايه. تمام. اللي مش هيسكن فعلا ويقعد 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 نزرع الارض بتاعته في خلال السنة. هسحب الارض بتاعته. كل فرق القاهرة دي هتلاقيها خوية على عرشية. طيب اجي بقى انا كمان ايه. مئة الف فدان. اه. وقسموا خمس فددين. واستادة الشباب بتوعنا بقى اللي بيوهانوا في الكويت ودول الخليجة للأسف يعني. تعال خمس فددين اهم. ماشي. وعلى كان السيد رئيس رحمة الله عليه السيد رئيس اه. كان مديين الارض زمان على تلاتين سالة. يعني عم يديها على سباح سنين. تمام. ماشي حضرتك. ماتبنيش بيت. سيبه هو هدوء بيته. بنفس. وهو هدوء قدرم بيته. اه. ما. في منها هياخدها هيباحة اه هيباحة. بس هي. اتمنى هيزيد بارده. ما هيباحة الجاره. صح. وجاره يبدل بيكون خمسة يبقى عشرة. وهيزراعه وهيقدره. هيبقى مجتمع آآ زراعي ما شاء الله. وبعين اصلا. كلها داخل. في نيل هناك تحت الارض. الارض يناكل مية جميلة جدا 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 جدا. هناك في الوادي. وارض بكري ما شاء الله. طيب ما المولاد ده بيوهاني في دول الخريط. ما نعمل له بيت الفدان لسه. طب نجح المشروع. نعمل الفدان تاني ولسه دعيه. صح. انت عارف المستثم من الصغير ده? هم. اصدق في التعاون مع الدولة من اللي بياخد الف وخمسين فدان وياخده يقطحهم مية ويبحى. ملا. مستثم من الصغير عايز يجبر. اه. اه. عايز يوضط في بلده. هو ما عندهش اللي هي دي حيطبقى حياته. اه. انما اللي جاء بيواخد له خمس ست قطع دوت. ده ما ينفعش. ده ما ينفعش. ارض مصر النهاردة المفروض. الناس اللي واخده الف وخمسين فدام يتراجع عليهم. انتو ما عملتوش حاجة تسحب على طول لصالح الدولة. صح كده. والمشروع بتاع الارض عفوا. المدينة الصناعية اللي اتعمل في مدخل وهي بالزبط كده. انا شفتها وعملت المساحة بتاعتها عند قارة المنيرة. اه. عند قارة الروضة. اه. بدخل اه الوز الجديد قبلها تلاتين كيلو. ويعمل قدام منها مدينة سكنية جميلة جدا. حينشق مجتمع اه صناعي زراعي. فخم جدا جدا على بصي على على ارقم السويات. اه. شفت بقى. فاتمنى اتمنى مشروع زي دوت ينجح. اتمنى انه ينجح. لكن للأسف كل ما حاطين بالسيد المحافظ هناك. مش عايزين حاجة. خانقينه. وما بيشوفش حد. اه. احنا معانا مدخلة خاصة شوية بمفاهد ابن العبور. بتعتبر زوجة ابن استاذ علاء. اهل السلام عليكم. عليكم السلام وعحمة الله بركاته ازايك? عامل ايه? الحمد لله تمام زي حضرتك. الحمد لله تمام حضرتك. اتفضل. اه انا بقى عايز اقول لحماية العزيز. اه. منور الشاشة بجد. ربنا يخليك. وعايز اشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك يا حبيبتي. احنا اهل. احنا عاديين بيتفرج. اوه فهدي كمان بيتفرج. ربنا يخلي فهدي واسمي فهدي برضو اسمه فهدي. شكرا لك يا رب. 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 كويس انه هم فرحانين بحاجة زي كده. الله يا تيما. وحزين بطموح لان احفادنا عايزانهم يطلعوا في جو اه. يقدروا يعني نوفر لهم لابتكار ان هم يحققوا على قلب الموهبة كايتو. الحمد لله. ان شاء الله باذن الله. الحمد لله رب العامين. اثرت فيك المكالمة شوية. اه بنتي اصلا. ايه. 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 ربنا يخلي. ربنا يخلي. ايه. ما شاء الله يعني اه يعني بصراحة يعني بتحب محمد ابني جدا وبتعزه حطاه في اعنية. الحمد لله. فانا مليش غنة يعني. ربنا يباركينا فيه ومن شاء الله باذن الله. والدتها توفت قبل الفرح كان آآ بكم شهر كده. ايه. اول ما يخلي بنتي انا والدك وهي. بالزبط كده. فامها يعني بصراحة يعني عندي المدام بتحبها يعني اكتر من ميتها. طبعا انا من هنا برضو بحي كل. مش هنقول حمى ولا يعني اب وام. جاوزوا بنتين خدوا برضو اب وام. الحمد لله. لولدين. الحمد لله. طبعا دي تحية لكل حد احنا لسه كنا بنقول في بداية الحلقة احنا عايزين كلنا نحب بعد نتعاون. احنا الدنيا صغيرة او من فتاة ملهاش لازمة والله العظيم خالص غير ان احنا نطلع منها بدعوة صادقة من قلب نضيف بحب بان احنا نسيب اسم جميل لولدنا. طبعا. اه هي كانت بنت حددك نزين علاء. اه عندي ندين دي بنت بنتي. اه طبعا. اه لكن عندي شاهد وهدير. ربنا اخذ. ومحمد وعمل ربنا بارك. طبعا. احنا معانا مدخلة بالنزين. قلو. قلو. اه يا نزين ازايك? الحمد لله. لا مش معاول. مش معاول. احاول. قوليا عايزة تقوليا ايه الجد. ازايك يا جد? ازايك يا حبيبتي الله يكرمك ربنا يبركلك. والانت dimensions ايخلص الحلقة ويجيل الله يكرمك ماشي يا نادي شكرا يا حبيب أستاذ علاء الرسالة اللي احنا بنقدمها لولادنا وأحفادنا هي حبهم لينا طب أنا عايزة رسالة نقدمها لبلدنا مصر نقول إيه لشعبها واللي احنا بنشوف فتن وشاجعات وناس عايزة توقع بعضها عايزة رسالة قوية بجد وتوجيهية من قب قبل ما يكون ليه أي مكانة في الدولة والله أنا شوفي أنا قرأت كتير في موضوع حروب الأجيال اللي احنا مقبلينا عليها ولقينا دلوقتي الغرب سبقنا احنا لسه من ده بندرس في حروب الجيل التالت وهم بحاربونا بحروب الجيل الرابع من حروب الجيل الرابع دوت شيء مهم جدا وهي الفتن نشر الفتن داخل الدولة فعمالين بسهن ايه الوزير الفلاني بيعمل كذا ده رجالكم بيعمل كذا ده الدولة من سيء إلى أسوأ ويبدأوا يجيبوا مثلا واحد زي الأستاذ اللي جي من شوية عفوا المفروض اللي هو بيقولك أنا عايز حقي الراجل ده حقه يجي وكل من هو قصر في حقه حتى لو وصل مستشار أو قاضي أو أعلى رتما ظابط كان يحسب يحسب وابش هدة وابش هدة صحيح يعني سيدنا النبي حسب القاضي قال صلى الله عليه وسلم الفتن نائمة لعن الله من قيقصها فمن حروب الجيل الرابع انه هما النهاردة عملين يقولوا ايه مثلا اسمايال جديد بقى حيلغوا الدبلوم التجارة وانت بنتك في قولها تجارة يا نهارة بيض أوديها فين دمصيبة طيب حيلغوا الدعم للمعاقين يا نهارة ايه ده ايه ده الدولة بتنهار الجميل بقى ايه كنا دائما كان لنقول يا جماعة في كل وزارة في المتحدث الإعلامي المتحدث الرسمي بإسمها معادش معادش بتتلب خالص وياخدوا مرتبات ولا موجودين خالص معنا لكن لقيت برضو بارقة أمل جات ان من يومين كده لقيت تحت ايه دكتور طريق شاوي يكذب خبر انهم هيلغوا دبلوم التجارة طب الحمد لله بتادوا يردوا حالناس اهو شوية بتاعة التطوام بتكذب خبر اذا فيه ناس بتادت ترد لازم ترد عشان البربلة فلازم ان يكون عندنا اعلام قوي ما هي أستاذة من حروب الجلي الرابع انهم بيحربونا بسلحنا احنا اللي هو ايه انا معلش عفوا انا لا انتقص من قدر اعلام معين ولكن انا اللي يمكن احط في كفة ميزان واحدة كل اعلامي العصر اللي موجود دي الوقت على الساحة اللي رفض الشعب انه يسمع لهم او يشوفهم خالص من اساسه مع احمد سمير حلم البلوك محمد السلطان جلال بعوض نزة توال اللي كان بيقعد عفوا يعني اللي كان بيقول النشرة ايده ما تعديش عن كده ايه صحيح ثابت راصخ كلماته لا تحتمل التقويل بتجبيلي بقى معلش النهاردة موزيق عملنا مغزة بيشاور بيديوه يعمل حركات بيديوه لا 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 والفظ ما ينفعش ما تنتعشش باعلام نهائي صدق الدولة المفروض انت بتمثل الدولة ده انت اعلام الدولة ده انت رأسه تاج الدولة عايزي اكتر من كده وانت من يصدقك من يراك ايه اللي حصل بقى الدولة بتحارب بابناء كل ابناء الشعب اللي ما يكن تسعين في المية تحولوا لقنوات اخرى صحيح هم عارفين احنا هروح لهم بقى خلاص يحطوا تموهم بقى في ودنة بترقيتهم طب ايه العلاج اعمل لي اعلام صادق فعلا ايه معلش عفوا المصاب يتوق فوق الرؤوس الصح والمخطئ يجازق وبشدة اكيد طب ما فيش حمال فساد هي دي البداية هي دي البداية صح انما انا شايف النهاردة للأسف يعني الولد القرعن اللي هو ابن المستشار العمل يجري ويشتم زباط الشركة ده كلام ما ينفعش فالناس كده كده اتكلمت فيه وقالت لا ما ينفعش تمام الولد ده لازم مجازع طب نسيب الموضوع ده هنلاقي ان الغرب والازعات اللي هي معادية لنا بتاخد الموضوع والضخامه اكتر اللي هو بيستغلوا الصورة السيئة والناس هتسمع انا عندي احنا بنحاول يعني انا بالنسبة لي حد صغير في الانهم ولكن انا بحاول اقدم ولد قرعن ما عندوش يعني ما عندوش فكر هو ما عندوش ان هو عاوز يضر حد احنا الوقت بالنسبة للموضوع الحلقة وهو الاسس مار والمبتكرين تمام اصحاب المصانع اصحاب المصانع اللي بيجي لهم عمالة كتيرة جدا المفروض ان هو لما ييجي يصفي العمالة بتاعته تمام لأي ظروف جات هل يصفي الكوادر اللي كانت مفيدة فعلا للمصنع وده عاملاله دخله عاملاله انتاج لا يا سيدة هو بيصفي الكوادر الاعلى راتب يعني مثلا ايه فيه رواتب خمسة وعشرين وثلاثين الف جنيه وفيه واحد متعامل بألفين بيصفي دول لما يمشي عشرة من دول اه ووفر ربعمائة عامل تحت تمام يا حضرتك ده اللي بيحصل النهار يعني انا لو باخد خمسة وعشرين الف جنيه اه وبقدم انتاج باضعاف اضعاف محتبي برضو اتصفي ما هو جاب واحد بألفين جنيه ولزق له اسبوعين ثلاثة شهر مثلا اتعلم منه قال له خلاص مثلا مدير مبيعات جاب واحد مش معاركب معاهو ماندوب مبيعات جاب واحد لزق معارف الزبان فين قال له مع السلام طب وهو ده قانونا صح؟ لا مش قانونا صح مفيش خارص بس مفيش في قانون العمل الموحد حاجة تحمل راجل ده تمام ده فيه حاجة تانية والدولة عارفة هو متأمن عليه بخمسة وعشرين الف اه هو بياخد خمسة وعشرين الف جنيه بس متأمن عليه بلحد الأدمى خمسمائة جنيه اللي هو دلوقتي التأمنات رفعنا خليتها الف جنيه تمام يقول له انت عايز ايه عن كل سنة شهر خد يا عم انت بالك بخمس سنين خد خمس سنة بجنيه يلا مع السلام اه موضوع منته موضوع دي مشكلة مشكلة المشاكل لازم بزارة القوة العاملة تعود مع التأمنات وتحل المشكلة دي صح لازم تمام شفتي بقى؟ طيب توفير فرص العمل لحد وقتنا هذا انا اقدر من خلال برنامج حكاة ولاد البلد اه ان يجيلي مجموعة من الشباب اقدر اوفر لهم فرص عمل من خلال استاذ علاقكم طول اه ابعتهم لي ابعتهم في مناطق ايه والله اللي انا اعرف انها العبور عندي في بعض الشركات وقفت لما فيش هادة عمل كان فترة كلهم راحوا للتوك توك وطبعا التوك توك طبعا بيوحارب دلوقتي نقلوا على ميكروباس وعربات النقل هو لاخره تمام ففيه للأسف يعني مثلا لما جيت اطلب خمسة مندوب مبيعات وقلت سبع تلاف جنيه الشروط بقى يا أستاذة الشروط هو بيشروط علي هو اللي بيشروط اه معينا هو كن مش شغال اصلا اه مش شغال اصلا مش هفهمش كمان انا عايز وجبة عاوزي تأمن عليها على اصل المبلغ ده انت قريد قانون عامل من الزمان ده احنا تلامز عندك بقى بالزبط معي حضرة تأمن عليها من الاول خالص عايز وجبة وعايز بدا المواصلات اخيري بقى يعني اخير الاساسي عايزي قبل ما يشتغل عايزي وهو قاعد في البيت طبعات الوجبة طب انا بقول يعني المفروض ان انا قبل مسلا ما بقاجي اه اتقدم لوظيفة بعرف امكانياتي الاول هقدر اوفر ايه لصاحب الوظيفة وبعد كده ابتدي امالي عليه الشروطي لما يشوف شغلي يا استاذة في ايه يا استاذة عفوا يا استاذة اسمها قبل ما اقتحام سوق العمل لازم اعمل حاجة دراسة جدوى قبل اقتحام سوق العمل ليه انا عفوا امهد نفسي لاختحام سوق العمل ازاي ايه اشتغل عنافسك امه اتب انا حول انا بكروه السجارة معلش احب يقولك كاللغة عامة في السوق يعني يعني ده الخمسة بساق امه طب انا بقى احنا الخمسة بساق عادينا على اهوة عايز بقى ان انسالخ من الخمسة دول واخد كورس انجليش يبقى نقى طيب اخد ايه اطلع رخصة جميل يبقى رفحت نفس الاطر اعمالة اه ارفض كورس كمبيوتر جميل صحيح اذا لما احنا الخمسة نروح نتقدم مين اللي هيتاخد اللي عنده خبرة طيب ميجيش بقى كمان واحد يكتب لي مثلا في السيغة بتاعته وهو ميقدم يروح كاتبه مثلا بالانجليش ايه؟ واصل صعب موظمة رجال اعمال عفوا لا يكتبوا بالطبيعة الحرة بالطبيعة لو في حاجة تمام يقولك انا اكثر خبرة فيقول لي ايه انا اشتغلت سنة كذا في شركة كذا وسنة كذا في شركة كذا وروح عامله اتنشر شركة اقل له حاجة حيقول له انت ما تقيتش في السنين دي تشتغل في الاتنهار حيقول له حاجة واحدة حقول له امان انت هتمشي من عند امتى اه صح بزاك التخالي بقى هو بيحسي من ده بيستعرض ايه انه كم من الخبارات ايه انه هو ده بيقع فيها فدازم يشتغل على نفسه كويس ويعدي نفسه في سوق العمل ويجعل دايما الاجابة على قد السؤال المطروح ليه وربنا يوفقهم جميعا ربنا يخليك طبعا فقرتنا الاولى من برنامج حكاة ولاد البلد انتهت فيه فقرة تانية زي ما اتفقنا طارق رياض او كاب تعمل طارق رياض مش موجود النهاردة بنفسه لكن موجود معانا بفيديوهاته وشغله بشكركم على المتابعة وعايز اقول له كل مبتكر كل مخترع كل حد عنده فكرة صفحة حكاة ولاد البلد مستنية اسمه ورقم تليفونه بس ونتقابل معاه ونشوفه باذن الله في حلقة من الحلقات القادمة بشكركم جدا اعزائي المشاهدين وبشكر ضايفي النهاردة ابن عمي وضايفي في الحلقة أستاذ علاء طنطوي شكرا شكرا وكل شاب نحتاج وظيفة يقدم لي على صفحة حكاية ولاد البلد شكرا ليكم وما تروحوش في اي حتة انتظروا فقرة كابتن طارق رياض